بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فدرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضهم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عن رفالهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مسوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأهار من خمر لذة للشاربين وأهار من عسل مصفاء ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسهو ماء حميم ومن فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ومنهم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم ومنهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أوزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول مععوف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبعون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سوى لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كره ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانهم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أبغانهم ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحل القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالهم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعن ولم وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفخراء وإن تتولوا يستبد القوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم